ليس كل الكلام محظ كلام ربما نقول ما لم يقل ويسبق السيف العذل ربما نعتقم الكلام أو ننشد الأمل البعيد علنا ننشد منه السلام ليس كل الكلام ما نقوله ولكن بعض الكلام مسرحية إلي بالألفين وكان مخرج الحلقة الفنان علي الزبيدي كان يساعدني في تلك الفترة كان شاب صغير وانا ما شاء الله عليه بس سمن شوي أكثر تعرفون ديش الفترة كانت قطوعات الكهرباء مستمرة فيرض فأني بسو مشهد طائرة مقطع عرضي طائرة وحتى صممنا طائرة طغيرة على أساس والفنانين موجودين بيها ففجأة تطفى الكهرباء يعني هذا ضمن حدود جنس المشهد كل الجمهور الثورة بفعل القطوعات المستمرة أنه مسرح المنصور انقطعت به كهرباء واحد منهم رأسا شتم الشتيمة المعتادة اللي يشتموها العراقيين لأبو الكهرباء وبعد فترة دخل فنان ناهي مهدي اللي كان أول حضور إلى مميز في هذه المسرحية في شمخي في سيدني شايل فانوس فتأكدوا أنه القضية حقيقية وأن القطوعات الكهرباء هي السبب كما هي الآن لا تغير شيء والقطوعات نفسها إذن فعل الإضاءة فعل مهم جدا في عملنا الفني وأنت كلكم خرجين معاد فنون وكليات أكاديمية فنية إلى فعل مميز وإلى تأثير ضيفنا لهذا اليوم له دور كبير في الإضاءة في أعمال مسرحية وتلفزيونية وإلى أيضا دور كبير في إضاءة نقابة الفنانين ونشاطاتها رح نستطيف اليوم الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين أهلا بي الفنان جبار جودي بعض الكلام معك ليس ككل الكلام مرحبا بك الله وسهلا في أول التسعينات كنا نلتقي في دار السينما والمسرح وكنا شبابا ولا زنا إن شاء الله وكنا نعانق بعضنا ونفترق كان حضرتك مشغول دائما في تلك الفترة لأنه أعمال عديدة والمخرجون عادة يلحون على أن يكون مسلط الإضاءة ومصممها هو جبار جودي هل يعني جبار جودي طبعا الممشوق الوسيم الفنان لازلت وسيم ترى يعني نتمنى ولازلت أكيد لكني أقارن في تلك الفترة كبرناها بعد شوية يعني هي هاي سنة الحياة يعني وتبادل الأجيال لكن الخبرات لا يمكن تعويضها طبعا هل خفت النشاط؟ لا النشاط متعلق بالفكر والفكر لا زال متقد لكن هناك شحة بسبب يعني ما أعرف في ممكن صرنا جزء من التردي العام اللي صار بالمؤسسات فهذا أيضا انسحب على الفن فيعني الانتاج شحيح الانتاج المسرحي الانتاج الدرامي فهذا طبعا ألقت بظلالها الثقيلة على الفناني على الفنان نعم ولكن يعني أجد أنه كثير من الأعمال قائمة لكنها ليست أراها بحركة التسعينات في المهرجانات مثلا هل لازلنا نحصد الجوائز كما كنا سابقا؟ اي بهذه لازلنا يعني شوف هو اللي دي يصير أنه العراق مؤثر مؤثر عربيا مؤثر دوليا بتجربتي آن الشخصية يعني العراقي دائما متميز في مضمار المسرح في السينما في الفنون التشكيلية وفي الموسيقى تشوفه كل رقم واحد لكن هنا داخل البلد مغنية الحي لا تطرب طيب هذا متى ممكن أن نجعل هؤلاء يطربون على ما نقدم كيف؟ بالأسرار والمواصلة أعتقداني وبقوة الأمل حقيقة يعني هذه يعني من ضمن الأشياء اللي أنا أسير عليها أنه لا بد أكو قوة أمل لا بد أكو إرادة ولا بد أكو إصرار على المواصلة رغم تميزك في مهنة الإضاءة في تصميم الإضاءة في السينوغرافيا لا أدري لماذا لم تستغل أو تستغل إيجادتك في التمثيل تركت التمثيل يعني جانبا والتحقت بالإضاءة بشكل كبير يعني بداية شغلي بالوسط الفني من الثمانينات وكنت أشتغل يعني أنا المسرح مهووس بي بصراحة فأشتغل على كل مكملات العمل يعني من جنود المجهولين تخذ في الكوانيس بشغلة التلفزيون حقيقة صارت مصادفة يعني سنة الألفين الفنان جلال كامل تحياتي إليه باوع عليه كان عنده عمل سلسل رجل فوق الشبهات قلت مثل أنت بسافر خارج العراق وجاي وعلى قولتك دائمًا بشوق بشوق القوام ووسيم كان كاركترك ولا زلت كاركترك الجميل ومطلوب فقلت لي إذا الدور زيانا يمثل فشفت أنه بطولة مع كبار يعني معاه هو جلال كامل وعبد الخالق المختار نجوم وبهجة الجبوري الله يرحمه لعبد الخالق فمشينا بالتمثيل التلفزيوني لكن بعدين المشاغل الفنية والإدارية أخذت ما أخذها فصار ظهوري على التلفزيون محدود بصراحة صار لي ممكن خمس سنوات من مثل هس جابوا لي يعني دور هنا وضيف شرف هناك من أجل التذكير بأني لازلت فنانا أنا لست إداريا فقط نعم فتدري أخذت فترة أنها وصلت مدير قسم التقنيات ومدير المسرح الوطني وغيرها أخذت فترة كل شي طويلة طويلة حرمتني من الشر الدراسة أيضا دراسة الماستر والدكتوراه لازم تفرغ تام مئة بالمئة نعم هل أنت راضي عن نفسك كممثل عادة كثير من الممثلين يجدون يعني عندما يرون أنفسهم يشعر أنه كان يفترض أن يؤدي أفضل أو هو غير راضي عن ما أدى نشوف هذا الممثل المحترف يعني دائما يطمح أن يكون أفضل يعني البارحة كان عندي تصوير مشهد طلبت المخرجة آت لأن بداية المشهد أديتها بشكل كل الزين تكملت المشهد ما سأردت يعني سعر أكفت تلكه وما بيّن يعني بشكل عام يمشي بس لا أنا أحرص أنه يصير أفضل فاستاذنت المخرج قلت له خلينا نعيده ويعني قلة من الممثلين الذين يطالبون يعني أنا أعرف أنه ميريل ستريب ممكن أن تعيد المشهد لمدة 20 تيك حتى ترضى هي يعني وهي أستاذنا المخرج بها فأعتقد على الممثل أيضا أن يفكر في هذا بالضبط الظهور على الشاشة فيلم السينما في التلفزيون مسؤولية يعني إذا لم تكن مقنعا مئة بالمئة فهذه يعني شوف لأن الكثير من الانتقادات توجه بصراحة هناك استسهال من بعض الفناني يعني جلسيات محافظة دور موت هذه مشكلة كبيرة عانيت منها كمخرجة يعني هذا ما يصير شوف شوف ليش أكو تميز مثلا بالمسلسلات العربية المصرية السورية تشوف المثل محظر للدورة تحضير بحيث يفاجأك أنت بالسيت ما للتصوير بالنتيجة بالمحصلة النهائية تشوف عملاق هذا بالتمثيل نحن حقيقة نحن نجوز يعني لشح الأعمال كلة الأعمال أيضا ايه هذه فدفد عامل حتى الأجور يعني لا تكفي ولذلك كثير منهم يمررها كسبوبة عيشي يمشي بصراحة يمشيها كسبوبة عيش هل جاملت صهرك الفنان القدير قاسم الملاك في بعض أعماله لا كممثل لا على الإطلاق يعني شوف الفترة الأخيرة قبل خمس سنوات يعني نعم شنت أمثل بسوية قاسم الملاك تحكم العائلين لا لا بس أنا كنت أعمل يعني أول عمل سوى الفنان قاسم الملاك بال2004 إذا تتذكر حب وحرب الجزء الأول كنت أنا المدير الفني وكانت مسؤولية كبيرة جدا لأن 2004 والتغيير استوى وصاير ومرأت بمعازق كبيرة من أجل التحضيرات الظرف كان بيرا صعب الظرف كل الصعب تكون مدير فني وتوفر لك 124 موقع تصوير خلال شهر ونص هذه يعني يحتاج لك معجزة فكان يعني شديد الاعتماد علي بهذا الجانب وأيضا لما عمل مدير إنتاج في قناة البغدادية أيضا كنت استعمل بك كنت دراعة اليمين يعني في وقتها أنجزنا تعرف أنا كنت من مؤسسي قناة السومرية نعم الدراما وغيرها فقال لي تعال اشتغل المهم اشتغلت أول عمل كان سيدة الرجال عمل ضخم جدا يعني محتاج اجتهاد بالإدارة الفنية بشكل كبير جدا بنفس الوقت يوجد دور مثلت فهكذا يعني أعمل في العراقية أيضا عملت مدير تصوير مدير إضاءة ومدير فني بنفس الوقت أمثل بالسومرية أيضا كنت أمثل إضافة الكون مدير فني أو مدير إنتاج لكن أنا ما أمنح التمثيل الجانب الواسع ما عندي أدوار شبيرة عندي أدوار مؤثرة نعم بس مو شبيرة هل تشعر أننا قد تجاوزنا الأساليب القديمة الرتيبة في الأداء وهذا على أقصد أعمالنا درامية واستطعنا أن ننهض بنفسنا بما نتقارب مما يقدم الآن من أعمال عربية كممثل في مدرسة ممثل نعم الممثل العراقي محترم ومجتهد لكن حتشينا قبل شوي على الاستسهال البعض طبعا مو الكل نعم يعني هناك ممثلين لما تشوفه على الشاشة تغار من عنده مبهر بالضبط محمود أبو العباس مثلا نعم يطلع على الشاشة يسحرك بعدها تحس بممثل حقيقة وغيرها يعني كثيرين لكن يكون يستسهلون الأمر وإحنا ضده طبعا نعم يعني كونك أيضا مدير فني ومدير تصوير ومدير إضاءة هواي مدراء صايران ورح نجي للنقيب إدارة التصوير وما أدري هذه يعني كلمة مدير الإضاءة والتصوير أنا أشعر أنه هو مدير التصوير هو مدير لكادر وسينوغرافيا الكادر سنت فكونك مدير تصوير أيضا هل ترانا يعني ناجحين في خلق كادر في عمالنا الدرامية وبعدين رح نروح على المسرح كسينوغرافيا يعني ناجحين يعني أنا أتذكر عملت في قناة المحور لسنة وكانوا هم يعني يتفوقون علينا بشيئين أو بمفصلين الإضاءة والمكياج أين نحن من هذا ولا زال ولا زال أين نحن من هذا الذي يحصل شوف الآن إحنا أكو تنمية هو أهم شيء مطلوب بالفن تنمية إحنا التنمية مفقودة كمسمى وكخطة نعم يعني خطة تنموية لا توجد للفنون لذلك تشوفها بالنازل إلا محاولات فردية فردية وشخصية بالضبط لكن هناك كوادر دا تتربى وكوادر دا تتدرب خصوصا الآن يعني مثلا الآن هناك ثمان فرق تصوير في بغداد دا يصورون دراما صح سيزينات سبع حلقات لكن جابوا كوادر أجنبية جابوا كوادر من سوريا جابوا من مصر جابوا من إيران نعم هذه الاحتكاك رح يولد خبرة للفن العراقي وأنا أشوفه ألا يولد احتكاف للآخرين بالعكس أنا أشوفه يعني أن يشعر هو يعني غبن في هذا الموضوع أبدا أنا أشوف أنه الاحتكاك بالخبرات الأجنبية والعربية مهم جدا في تطوير الحمل نعم لأنه الفني العراقي تدرب بالستوديو ما راح يعني القلة هم الخريجين والخريجين طبعا دراسة النظرية ما توازد جانب العمل التطبيقي نعم يحتاج إلى خبرة بالضبط فهذا يكتسب خبرة يحتاج إلى آسات إذا أكيد نعم المسرح يا دكتور أويلي أويلي شي مثل لك يعني شوف في ديابا هم نسأل سؤال تقريبا ها من أقدم أنا مع تنون جميلة 1983 قلوا لي إذا ما قبلت شراح تسوي قلت للمحط فراش بباب المعهد ما عندي حال ثاني لأنه ولا عندي على الهدف بالضبط ما عندي شغل ثاني يعني يعني عشت يعني أتنفس المسرح ومؤخرا يعني صارت عندي تجارب مهمة جدا الحمد لله النقاد والمختصين أشاروا لها بالبنان وكان آخرها مسرحية خيانة واشتركنا بها في قرطاج الدولي صار لي ست سنوات أحضر العمل مسرحي هو آنذا دق على النقطة سيقلب موازين التلقي بالكارل كيف شوف أنا يعني بواقع دراسي للدكتوراه كتبت 22 صفحة وتوقفت توقفت ستة شهر لو تروح بعد دماغي ما يسحب من قد ما قريت من قد ما بحثت صار تشبع مو تشبع أنا ابن الجانب العملي نعم فمن أروح للنظري لازم أكو توازن بين العمل وبين النظري صحيح فالنظري صار عدي كل شهوية والتنظير بالنظري صار كل شهوية وين العمل فرحت سويت سجادة حمراء في قاعة كول بنكيان وكانت مختلفة تماما صحيح وهي مو من يعني ما نقدر نقول عليها مسرحية هي عمل فني صرف الآن لديها تجربة في هذا السياق تجربة جديدة تماما نحن نعرف أن المسرح فن جماعي ومشاهدة جماعية هذا النوع المسرح اللي ذا سوي شخص شخص رح يشوف يعني كل شيء نفعنا هسه بزمن كورونا وما بيممثلين هذه محاكاة مسرحيا لكورونا وما بيممثلين زين ممثل صوت رح يتفاجأ بي جدا لكن يعني تنفيذة يراد لتفرغ لفت شهر شهر أو أسويلي فريق تنفيذي ويعينوني على هذا الموضوع دكتور كنا في التسعينات وما قبل التغيير يعني مقيدون برقابة صارمة على النصوص على نصوص المسرحية والدرامية هل جاءتنا الحرية بما كنا نطمح أم آذتها ما نقدم الآن بسبب انفلات غير طبيعي في الطرح وفي العمال سر النجاح سابقا كان أكو نظام يضغط عليك نعم فإنت كل شيء كنت تطلع مرمز ومشفر نعم وهذا ما يستفز المتلقي الآن معلم فتاح الواسع على الحرية ما عدنا نعرف كيف نطرح أفكارنا نحن نحن تربينا بطفولتنا وبشبابنا على تابوهات معينة الآن التابوه الوحيد الموجود هو الديني ما يدرش ما يدرش بكتي قتلوك إذا انتقدت حالة معينة نتيجة أدلجت المجتمع من قبل حزاب الإسلام السياسي نعم أدلجوا المجتمع بطريقة وحجبوه بطريقة قصرية وهذا ما معقول ما يمشي على المجتمع العراقي لأن المجتمع العراقي مجتمع متفتح ومثقف ومتنور لا يمكن أن تجد حجبة بالقوة بس يعني يعني أجد أن كثير من من التابوهات يعني لا أقول قدرنا وإنما يعني المخرجون والمؤلفون استطاعوا أن حتى في الترميز كانت الأمور واضحة الآن قد تنتقد يعني كنا نعرف حتى اسم أم الرئيس نعم وأخوان الرئيس وكل حاشية الرئيس فحتى في الأسماء في الشخصيات كنا نتحفظ أن نذكر هذه الأسماء الآن قد تذكر اسم معين وأنت لا تدري ويطلع هذا الاسم مؤثر قد تطير رقبته بسببها طبعا نعم شوف يعني فضاء الحرية واسع نعم لكنه فضاء شكلي الآن لديك صحيفة يومية اسمها الفيسبوك يكتب فيها الجاهل ويكتب فيها العالم ولديك منصات تواصل اجتماعي عديدة ومختلفة هناك انحدار بالثقافة المجتمعية حقيقة هناك نفاق اجتماعي هناك أدلجة سياسية لقطاعات واسعة من الشعب هذه كلها أضرت أضرت من الناحية الفنية ومن الناحية الثقافية هل كنت خائف أكثر في ذاك الزمان مما أنت عليه الآن كفنان لا يعني على الرغم أنه بذاك الزمن حلنا لا تحقيق لا تحقيق يمكن أنا أعتقد يمكن العمر إلى تأثير بهذا الموضوع يعني في ذاك الوقت أنا عشرينات كنا ثلاثينات كنا نمتلكوا من الطيش ما يكفي صحيح مع التقدم الأمر حقيقة بعد 2003 والتغيير اللي هصل يمكن بدينا ننظر للأشياء بطريقة مختلفة يعني في السابق لم تكن لدينا مسؤوليات لا كانت عدي زوجة ولا كان عندي أطفال ممكن يكون العبث والتهور موجود بالضبط فأنت حر نفسك يعني وما تفكر بشي لكن الآن لابد عليك أنتظر هذه في الإسابات طبعا عن تقدمك بالعمر نعم تقدم بالعمر يصنع عندك حكمة وخليك تفكر وتنظر للأشياء بطريقة مختلفة بالضبط فربما أنا خائف الآن أكثر من السابق هذا مو معنى أنه كانت أكو حريات في السابق والآن ما أكو حريات لا بس تعددت المسببات أكو أسباب نعم نعم نأخذ فاصل دكتور ونكمل بعد الفاصل وندخل في النقابة دكتور من خلال معرفتي بك العقود مضت دائما ما أجدك تقدم الفن على المنصب في تلك الفترة لماذا النقابة؟ أنا تعرف كانت عندي مسئلات كل شي شو ها هي؟ دارياً في دارة سينما والمسرح يعني كنت مدير المسرح الوطني ومدير قسم التقنيات ومدير قسم شؤون الهندسية وكالة وأمين سر مجلس الإدارة عضو منتخب في 24-12-2012 طلعت من المنصب من كل المنصب ورحت أكمل الدكتوراه 13-9-2015 رجعت باشرت في دائرتي وجبت امتياز وقعدت القعدة زينة بدون أي منصب أنا ما أعرف بطبيعة نفسي أكفة هاجس إداري لا دعينا نقول قيادي لتوجيه الأمور وهندستها وترتيبها كوني أنا سينغراف والسينغراف هو اللي يتحكم بفضاء المشهد ويهندس كل شيء للمخرج فصارت اتخابات نقابة الفناني على الأبواب كانت فقترحوا علي بعض الأصدقاء قالوا دكتور ليش ما ترشه ما كان الموضوع بالي صراحة مصادفة فأول شيء سويت قريت القانون وبعدين شفت أنه هذه مؤسسة محترمة أمرها خمسين سنة ومؤسسة بقانون ليش هذا الخراب اللي يحيط بها أنا كل شيء ما أعرف عن العمل النقابي في تلك الفترة وبعيد تماما تماما هكذا أعرفك بالضبط فسويت برنامج انتخابي طموح بخطة ستراتيجية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى حققنا اثنين الحمد لله لحد الآن رغم سوء وقتامة الأحوال المحيطة من يوم السلام للنقابة إلى اليوم فقلت أنه الفكرة الأساسية من ترشحة لنقابة الفنانين أن نعلي من شأن هذه المؤسسة ونعيد بريقها كي تأخذ دورها الحقيقي والريادي والحمد لله يمكن الكل تلمسه ومقدار التغيير الكبير اللي حصل بنقابة نسوله على التغييرات بس كم سكرتير عندك ما عندي يعني شنو هذا ينسمع أنه مكتب سكرتيرية فخم واللي يدخل لك لازم يمر على كذا سكرتير أو سكرتير نحن نشوف أهم شي عندي البساطة نعم وبساطة وتواضع هي نفسها اللي تعرفني بيها قبل ثلاثين خمسة وثلاثين سنة آني ما عندي لا سايق ولا حارس ولا حماية ولا إش وكان عندي ولد سكرتير بس يعني أحد فنانين الشباب اللطفاء نعم لأنه إذا أنت ما جاي للنقابة لا ما جاي للنقابة وأنا أدعوك تجي إن شاء الله إن شاء الله أنت من تدخل للنقابة وصالة استقبال كبيرة نعم فخمة هذه مفتوحة للجميع وبابك مفتوح وبابي مفتوح أيضا يعني أكو موظف ينتظرون هواي اللي يريد يشوفوك يقال أنه تطلع لهم تسلم عليهم حتى بس تكسر هذا لأن أحيانا المثال تكون عندي حراجة مثلا أكو واحد يقدم شكوى أو أكو موضوع لن تناقش به وكذا فأشوف تدريحنا مؤخرا خلينا كاميرات ما عندنا كاميرات فبنا أشوف أحد أطلع يقولون أنا أستمعكم بالضبط يعني يتحسس أستمعكم العذر أندي ضيق أكمل نعم هناك من خرج من المجلس أو من الشعب الفنية وبدأ يطرح أسئلة ملتبسة حول النقيب أي يعني أكونا يعني شوف هاي شغل نقول يعني وأكثرهم للحق يكارهون أتلخص لك الموضوع يعني يعني هناك من من أشار إلى وجود يعني ملابسات يعني يفترض أن توضح هذا الأمر دكتور شوف أستاذ عمران هذا أكو شيء أنا أفتخر به شخصيا هي منظومة العمل الإدارية الألكترونية والورقية ومنظومة العمل المالية الإلكترونية والورقية نعم وبالإمكان سؤال جميع رؤساء الفروع المنتخبين الآن بعد ما سوينا الانتخابات وكذا وشافوا مقدار الدقة والصرامة في باب الأمول لأنه سابقا كانت الأمور يعني على عوضها سائبة الآن لا الآن في أي لحظة تدخل إلى نقابة الفنانين فيها نظام محاسب دقيق وصارم جدا وهذا ما أتباه به نعم فكل ما يقال خلاف ذلك أنا أطالب بنص ربع دليل لمن يريد أن يتقول طبع لمن يريد أن يتقول أنا أعمل أكثر من 12 ساعة باليوم تطوعا لأننا لا نأخذ لا راتب ولا عشي نعم فكل العمل المهني للذي لا يعرف العمل المهني عمل تطوعي مجاني نعم أريد فقط أن أقدم خدمة عامة صحيحة وهذا طموحي وطموحنا كنا كفناني هو اللي جاب لي أنا أبني هذه المؤسسة أعيد بريقة من جديد والحمد لله قطعنا نصف الشوط وبصعوبة بالغة ومتبقي أمامنا نصف شوط آخر إن شاء الله نحقق بي كل ما نري يقال أنك تقاتل للتمديد لسنة أخرى هذا مو بكيف لا هذا شوف مو قلت لك وأكثرهم الحق يكارهون أنا أقول لك ما يدور الشخص قائل لا يجد لديك زلة هنا أو زلة هناك فيبدأ بالتأليف نعم وبنات أفكاره وقريحته وكذا شوفوا القانون واضح جدا الدورة الانتخابية لنغارة الفنانين في الأصل سنتين صدر قرار وقتها لمجلس قهادة الثورة أنتوا كل مدد الانتخاب للانتخابية للانتخابات والنقابات المحددة بسنتين تكون ثلاث سنوات وحدها الآن مع النظام الديمقراطي هناك حراك في البرلمان من اللجنة القانونية أن توحد المدد الانتخابية للانتخابات والانتخابات بأربع سنوات كدورة المجلس الزراء بضبط لأنه يقول لك أنت السنتين ما رح تقدر تسوي به شيء خصوصا مع ظرف البلد ثلاث سنوات هماتين فأربع سنوات ممكن تكون عادلة نوعا ما وممكن يتملك التجديد لاحقا في انتخابات أخرى فإحنا بالنسبة أننا ما صادر شيء لحد الآن إذا صدر هاي شيء قرار أهلا وسهلا ما صدر إحنا ثلاث سنوات وسهل انتخابات هناك عقوبات طالت بعض الفنانات تحديدا وإذا كنا يعني نسميهم بفنانات لا أدري الجواب عد حضرتك هل هذه العقوبات ملزمة لشركات الانتاج والقضايا طبعا القانون خول مجلس النقابة بإصدار التعليمات التي توائم هذا القانون وتنفيذه فقرارات المجلس هنا يصير بها اعتداد قانوني عالي المستوى للأسف الآن انتشرت وقلت لك بوسائل التواصل الاجتماعي هناك الجاهل وهناك العالم يعني هناك ناس تصل لحد أنه يقعد يسبك ويحير هناك شتيمة يعني إضافة للمقاطع الفيديو وغيرها فهذا طبعا غير مقبول نحن الآن في طبق هذا مع المجلس المركزي بصدد إعداد لائحة بعنوان لائحة السلوك المهني جميل وهذه اللائحة ستكون ملزمة قانونا لجميع الفنانين عضوا كان في النقابة أو خارجها لأن مثل ما أكو لائحة السلوك المهني في نقابة المحامين لأن المشكلة الكبيرة يا أستاذ أمران أنه الفنان قيمة عليا في المجتمع ودائما مصلت عليه الضوء وإشار إلى فمن تجي تخدش صورة هذا الفنان هذا الخدش صعب تسليح صح لذلك وانتشرت بعض البرامج في بعض القنوات حقيقة أنا البارح موجه كتابيا شديدتي اللهجة لقناتين بسبب برامج تافع نعم كلها إحاءات وتلميزات ويعني أنت يا أخي أنا دائما أطالب القنوات الفضائية أن تنشط البرامج الفنية لكن مو تنشط البرامج الفني على حساب الفنان بإساء الفن بالعكس مفروض ترتقي بالجانب الفني ترتقي بالجانب التقافي ترتقي بالجانب الحواري لضيفك هناك حلقة شفتها لأحد الفنانات يعني تلمح لقضايا خطيرة جدا تخص المخرجين هي بس وحدة هي بس وحدة يا عمران نعم هي وحدة قلت لك البارحة برنامجين أنا موجه وده تردني شكاوى كثيرة شكاوى كثيرة ذلك الآن اللي جاءنا بس شوية الموضوع يراد لوقت راح تصير لائحة للسلوك المهني تتعلق بما يصدر في السوشيال ميديا خصوصا الفنانين والفنانات وفي اللقاءات بالبرامج الخاصة أيضا نعم اللي يتجاوز راح أراوي الويل طيب الآن نترك العقوبات والروح إلى ما تقدمه النقابة لل للرواد للفنانين الرواد للمرضى للمعوزين وأنا شخصيا أسمع عن حضرتك الكثير من هذا الموضوع لكن للأسف يعني غير معنون لا يرى لا يسمع يعني هناك فنانة قد جحدت ما قدمت إليها أو فنان في هذا الجانب كثيرين لكن شوف أستاذ عمران المساعدة المالية هذه فيها حراجة أنا لا أستطيع أن أنشر ذلك ولا أسمح لي نفسي ولا تربيتي تسمح لي على المستوى الإنساني والشخصي وهذا صح وأيضا على المستوى المهني فأنت من الساعد فنان لازم تساعده بالخفاء يعني الله سبحانه وتعالى يقول لما تتصدق باليمين لا تدري بك اليسار لا تدري بك اليسار فالمساعدة اللي الواجب تقديمها على الرغم من يعني رداءة الأوضاع المالية بالنقابة نحن ما عدنا تعرف لعدنا مشروع استثماري مولنا ولا عدنا منحة حكومية ولا كل شيء إراداتنا على قدنا محدودة جدا مع ذلك ما قسرنا يعني حسب الحسابات الختامية في 2019 نحن مقدمين معونات صحية واجتماعية ومشاريع إبداعية وسفر وفود بحدود 80 مليون بس هذا يعني كثير من الوزارات لا تستطيع أن تقدم هكذا وأنا أتحدى بذلك فصدقني مرحة زرة فنان وإيدي فارغة أستحي يعني مو بس المنصب يحتم علي ذلك لا أنا أستحي أنا تربيت هالشكل أسألني مثلا سمعت أنت في اليوم ما أخذ كرسي الاحتياجات خاصة وخالب سيارتك ورايح إلى شخصية فنية في البصرة ومقدم الكرسي وظرف به مبلغ ممتاز وهذا الأمر سمعت بالصدفة والله العظيم يا أخي أكوى الشيء إذا ما سويها ما حد يعتب عليها أقول ما عندي خلص وما أدكيش سابقا شانت النقابة لكن الآن أنا أقاتل أنا مدارة وجدك بقدر ما أنقل الحقيقة الله يسألك أنا أقاتل في سبيل أن أمد يد العون للجميع أنا أحرص على ذلك يحز بنفسي أن أسمع فنان في الموصل أو في البصرة أو في الحلة أو في النجا أنا أشعر أنه كفنان محتاج وأحيانا تصير عندي حراجة أنه ما أقدر أساعده ممكناتي المالية ما تسمح فأضطر أطرق أبواب وأجيب مساعدات وسويتها أكثر جبار جودي الإنسان ما الذي تريده من هذه الحياة يعني لما قالوا ثلاثة من نهاية الحياة عمل صالح يهتدى به أو علم ينتفع به الناس أو ولدون صالح يدعو لك فإن شاء الله نقدر نترك عمل صالح بهذه المسيرة بالحياة يعني كل ما أسير علي أنه قد أقدر أقدم خدمة للآخرين أشعر بسعادة بصراحة أشعر بسعادة لما أقدم خدمة صحيحة وبدون منه أقول هذه راح تسجل إلي هل خذلتك الحياة مرة لا هل خذلك المقربون طبعا كثيرا كثيرا هل خذلك الساسة والمسؤولون كثيرا بسأل اليوم إذا أشوفك فرحان جاي من مجلس الوزراء والله اليوم كان لقاء هجابي مع الأستاذ حميد الغزي الأمين العام مجلس الوزراء حقيقة اتفاجأت بشخصية لطيفة وتفاعلة واستجابة السريعة للمواضيع اللي تم طرحها وأن هناك ضوء أخضر مفتوح في الأمون العام من المجلس الوزراء وهذا طبعا أثم منه وأبارك به لكن نادرا ما تجد مسؤولا حكوميا يتفاعل معك بهذه الطريقة يعني للأسف ما يصم الحكومات المتعاقبة في الدولة العراقية والوزراء والنواب مو كلهم طبعا لنت ما يكون هو الكذب أو بعبارة أخرى الوعود الكاذب يعيدك بما لا يستطيع تنفيذه طيب يا أخي أنت زلمة من تقول إحجاية لازم لازم تسويهم وانت مسؤولي أو لا تقولها أو لا تقولها بطب تقول يا أبا ما أقدر هساني هاي مرات تصير عدي أشياء أقول لأ عليها بعيني بس طمين حدود معينة ما عندي بس إذا تعبر أقول لأ آسف يعني أكون على بينة واضحة جدا فللأسف يعني هناك طبعا مسؤولين حكوميين محترمين و لهم كل التقدير والاحترام لأنهم صادقين بأداء عملهم هل لمست من بعضهم أنهم يشعرون بأن الفن عورة ماكو مسؤولي تروح لا يقول لك هالشكل لا ممكن تحسه ربما طبعا ربما يضمر ذلك يضمر ذلك زين يعني مرد نذكر اسمه لا لا في يوم ما كان شخص يعني في منصب وزير مؤثر المالية ومن جدت رواتب الفنانين قال هؤلاء بهم مشكال شرعي مشكال شرعي على الروح الوطن يا جبار أستري تبتشينا عمران لا يعني أين هو فيه وماذا نرجو له شوف أنا أنا سافر خارج العراق يمكن أطول سفرة صارت عندي 22 يوم إلى الرايال شكاسبير كومباني في نعم مملكة المتاحل سبوع سبوع يظل قلبي يدق لازم أرجع ما أقدر ما أتهمل يعني أنا طلعت خارج العراق أربع سنوات وكأنها أربع دهور كنت ما أنام بالليل فالوطن يعني غيرة وصحة وعافية من أسافر وأنا كثير السفر كما تعرفوا على حسابي الشخصي لأن هذه المحدة من التساؤلات أحس بالغيرة قلبي يقوم يوجعني من أشوف شي حلو وإحنا ما عدنا ما موجود في بلدي زين وإحنا تشلنا بالصدارة نعم دائما يقولون الزمن الجميل من الثلاثينات وأربعينات إحنا الماضي مالتنا أفضل أجمل وأفضل وهذا لا يعني النظام السابق لا 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 نحن على عقود قديمة على التحذر الذي بدأ من الملكية إلى أن في كل جوانب الحياة بالضبط نعم أكو حضارة حقيقية بالبلد إلى السبعينات بالضبط بدأت تتهشم يعني حرب طويلة ثمان سنوات تبعها حصار ظالم جدا يعني أنا من سافرة خارج العراق بالخمسة وتسعين كنت موظف في دارة سنو مصرحة وقد شررت بي ثلاثة ألاف دينار صحيح الراتب عادل دولار عائلتك هل تحظى بوقت كان فيه من عملك الطويل والله يشوف أنا يعني مجرم بهذا الموضوع مجرم مع عائلتك ومم مع آخرين لأنه يعني والله رزقني بزوجة وحبيبة الله يعفو الله محترم وشايل عني هم كبير يعني كلش تدري أني عند ثلاث أولاد أولاد تربيتهم صعبة والاهتمام بي وجودك يمهم أيضا ومدارسهم وكذا فحقيقاني يوم الجمعة عندي مقدس للعائل للعائل الجمعة بس أحيانا طبعا أيضا يصير خرق لهذا البروتوكول يصير عندك موعد طارق يصير عندك تليفون أو مشكلة أو تطلع عندك سفرة المحافظة معينة فتروح لحصة هل تشعر أنك قدمت ما يرضي نفسك الحمد لله أنا كلش راضي عن نفسي جيد جيد هذا الرضا غاية لا تدرك طبعا ولا يقدر بثمن شكرا لحضورك أخي الدكتور جبار جودي العبودي أو العبودي لا عبودي صح العبودي جيد نقيب الفنائين العراقيين كانت دقائق أو خلنا نقول عشرات من الدقائق الجميلة لهذا الحضور الجميل من حضرتك هو أنت الجميل الله يحفظك الله يحفظك شكرا لك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر